اشتركوا في القناة والتعالى على عباده المؤمنين من مواسم للخيرات ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم الخطايا والسيئات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خير الخلق والبريات وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أيها الإخوة المستمعون إن من فضل الله تعالى على عباده أن تفضل عليهم بمواسم للخيرات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليري الله تعالى من أنفسهم خيرا وليقبلوا على ربهم وينيبوا إليه ويستغفروه ومن هذه المواسم المباركة ما نحن بفضل الله تعالى بصدد استقباله ونستبشر بحلوله ومقدمه إنه شهر الخيرات إنه شهر البركات إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية شهر رمضان الذي كان من هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يبشر أصحابه بمقدمه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده النساء في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم سيامة فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حقا إنه شهر عظيم إنه شهر مبارك يستشعر المسلم الحقيقة الإيمانية في مقدمه ويستشعر الخيرات التي يتفضل الله تعالى بها على عباده ومن ذلك ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما رواه الإمام أحمد في مسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها خلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله الله أكبر هذه خيرات عظيمة من الكريم سبحانه وتعالى اختص بها هذه الأمة من بين سائر الأمم في شهر رمضان المبارك إذا علم هذا أيها الإخوة أليس الأجدر بنا أن نفرح بمقدم هذا الضيف العظيم أليس الأجدر بنا أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا الله أكبر إن هذا هو عين الخير وعين المعرفة لحقيقة ما أكرمنا الله تعالى به إذا علم هذا أيها الإخوة فكيف نستقبل هذا الشهر الكريم كيف نستقبل هذا الضيف العزيز الذي تتطلع النفوس المؤمنة لاستقباله وتستبشر بمقدمه نستقبل هذا الشهر أولا بالتوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه بالإقلاع عن جميع الذنوب والخطايا والعزم على عدم العودة إليها والندم على ما حصل إما سبق تحقيق شروط التوبة إذا كانت بيننا وبين الله عز وجل أما إذا كانت بين العبد وحقوق العباد فلابد فلابد من البراءة من حقوق هؤلاء العباد لا بد من التحرر من هذه المظالم والتخلص منها وذلك بطلب العفو والصفح والمسامحة ممن أخطأنا عليه وممن أسأنا إليه وممن ظلمناه لا بد من رد المظالم إن كانت أعراضا أو أموالا فإن كانت أموالا فيجب أن نعيدها لمن أخذناها منه بغير حق وإن كانت أعراضا فلنستسمح من أصحابها فإن كان يخشى فإن كان يخشى من المصارحة والتوضيح لمن نيل من عرضه أن يكون هناك ما هو أسوأ فلنستغفر له ولندعو له حتى نجد أننا قد وفيناه ما له من حق عندنا مقابل ما أقدمنا عليه من مظلمة لا بد من التخلص من حقوق العباد وإبراء الذمة منها نسأل الله لنا ولكم العون في ذلك ثانيا تهيئة النفس للاجتهاد في هذا الشهر الكريم بأنواع الطاعات والعبادات والقربات مع الالتزام بهذه الفريضة فريضة الصيام التي هي الركن الرابع من أركان الإسلام لا بد من الإجتهاد بأنواع العبادات وتهيئة النفس وترويضها لأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة فلا نستثقل صلاة القيام ولا نستبطئ طول المكث في المساجد بل يكون الإنسان مبادرا ومسارعا للصلوات في أوقاتها مع المسلمين في المساجد مؤديا للنوافل تقربا إلى الله ومجتهدا في ذلك دون استثقال للعبادة كما يلحظ على البعض من الناس الاستثقال في صلاة القيام والتذمر من الإطالة في الصلاة نسأل الله لنا ولهم الهداية والاجتهاد أيضا في تلاوة كتاب الله عز وجل فإن شهر رمضان هو شهر القرآن لا بد أن يرتب الإنسان لنفسه حزبا يقرأه في كل يوم ويهيئ نفسه لأن يختم القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم عدة مرات أيضا من الخيرات الصدقات وفعل الخيرات ببذل المال للفقراء والمساكين والأقارب ومن الأعمال سلة الأرحام والتواصل معهم بقدر الإمكان وزيارة الأقربين ممن لهم الحقوق ممن لهم الحقوق بصلتهم بالوالدين أو غيرهم من أصدقائهم ونحوهم ثالثا حفظ صيامنا مما ينقضه أو ينقص ثوابه من المفطرات الحسية من أكل أو شرب وما في حكمهما من المفطرات التي ليس المقام مقام بسطها أو المفطرات المعنوية من غيبة ونميمة وغيرها من أمراض القلوب وغيرهما من أمراض القلوب فإن هذه مما يفسد الصيام أو ينقص ثوابه فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل على الآخرين فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأن الصوم يتطلب الصيام عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن قول الزور لا بد أن يكون الإنسان حافظا لهذه الجوارح لأنك مسؤول عنها لأنك مسؤول عنها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فحري بالمسلم وهو صائم أن يحفظ صيامه عما يفسده حتى لو أن أحدا ساب أو شتمه أو آذاه فإنه لا يماريه على ما حصل منه ولا يقابله بالإساءة إنما يكون ممتذلا لما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم فليترفع عن أن يسب من سبه أو يجادل من جادله أو يشتم من شتمه إنما عليه أن يعرف أنه صائم فإن الصيام بفضل الله تعالى يحفظه من أن يسفه على من سفه عليه أو أخطأ عليه والله المستعان رابعا الحذر كل الحذر من المعاصي والذنوب والمنكرات هذه الذنوب التي تفسد على المرء دينه ودنياه الذنوب سبب لكل شر الذنوب سبب لمحق البركات ولفقد الأرزاق ولحصول الهموم والغموم والمشاكل لا بد للمسلم أن يتجنبها لأنها الشؤم لأنها البلاء فإن هذه الذنوب سبب لكل شر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جل في علاه فلا بد من الابتعاد عن هذه الذنوب في كل وقت وفي كل حين وفي حال الصيام وفي شهر رمضان المبارك يتأكد ذلك أكثر نسأل الله الكريم أن يعصبنا وإياكم عما يغضب وجهه والحرص على حفظ الأوقات فإن البعض من الناس غفر الله لنا ولهم في شهر رمضان أو في غيره ولكن يتضح ذلك في شهر رمضان نجده يضيع أوقاته الثمينة فيما لا فائدة له بل ولربما فيه ضرر فمنهم من يضيع هذه الأوقات في السهر في السهر أمام الشاشة أو بالجوال أو غيرها مما أفتتن به الناس مما يقتل الوقت ويضيعه ويقضي نهاره بالنوم وإضاعة الصلوات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كانت هذه حاله فيا ترى ما ما هو حال صيامه إن الإنسان في هذا الشهر حري به أن يغتنم أوقاته بالحرس على صيامه ومحافظته على صلواته واغتنام أوقاته فيما يرضي الله جل وعلا أما ما نراه من البعض غفر الله لنا ولهم فهذا أمر يؤلم والله إنه لمؤلم فعلى المسلم أن يحرص على وقته أن يحرص على وقته في هذا الشهر الكريم باغتنام أوقات نهاره فيما ينفع مع حفظ صيامه واغتنام أوقات ليله في الخير والنوم الذي يستعين به على طاعة الله عز وجل خامسا تجنب الإسراف في المباحات في شهر رمضان نجد أن البعض يسرف في المآكل والمشارب بما لذ وطاب إذا بسط مائدته ما شاء الله من الأطعمة والأشربة الحمد لله الذي تفضل بالخير والحمد لله الذي تكرم بالنعم ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين وأن يحفظ علينا وعليكم فضله وهو أكرم الأكرمين ولكن الإسراف في هذه المآكل وفي بسط هذه الموائد أمر لا يجوز شرعا يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين والإسراف ما هو هو البذل في المباحات بأكثر من الحاجات البذل في المباحات بأكثر من الحاجات وما نراه في موائد رمضان حقيقة أنه أكثر من الحاجة تجد أن الإنسان يمد السفرة عليها كما أسرفت مما لذ وطاب من الطعام والشرام ولكن لا يأكل منه إلا شيء يسير فيأترى ما مآل ما يبقى إلى الله المشتكى إن كان لربما يوضع فيما لا يليق به من مقام النعمة فلا يجوز للمسلم أن يسرف في أكله وشربه بل عليه أن يقدم من الطعام والشراب ما يكفيه دون إسراف أو وكذلك دون تقتير قال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نعم هكذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة الكرام وأنتم تستقبلون هذا الشهر الكريم وأنتم تستبشرون بمقدمة حري بكم أن تحمدوا الله تعالى وتشكروه إذ بلغكم هذا الشهر فكم من الأحبة الذين كانوا معنا في رمضان الماضي كم من الأقرباء كم من الأخيار كم من العلماء كم من الجيران فقد كانوا يتمنون أن يلقوا رمضان وأن يصوم رمضان ولكن حيل بينهم وبين ذلك فإدراكوا العبد لشهر رمضان من أجل النعم وأعظمها فأحمدوا الله تعالى على ذلك واشكروه على آلائه ونعمائه واعلموا أنكم الله في منة من الله وفضل يجب علينا أن ندرك حقيقة هذه النعمة وهذه المنة وأن نشكر الله تعالى حق شكره وأن نقدرها حق قدرها وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا شكرا له سبحانه على فضله شكرا له سبحانه على نعمه إذ أطال في الأعمار وتفضل بمواسم الخيرات فأروا الله من أنفسكم خيرا واجتهدوا في الطاعات وتوبوا إلى الله تعالى وأنيبوا وأقبلوا عليه بأنواعي القربات واجتنبوا الذنوب والمعاصي نسأل الله الكريم بأسباعه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر الكريم وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للإجتهاد فيه بأنواع القربات والطاعات وأن يجعلنا وإياكم ممن عبده تعالى مخلصا له الدين وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يرينا وأن يرينا من أنفسنا خيرا بفضله تعالى وكرمه وإحسانه إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وكذين وما لا تريد أعضاء وعلم حسنا وعلم